لم تنتهي الحرب إذن ولم يكتفي بوتين بالسيطرة على إقليم لوغانسك وعينه الآن على دونيتسك فانسحاب القوات الأوكرانية من آخر معاقلها في الإقليم دفع موسكو للتفكير في التوسع أكثر وأحكام قبضتها على كامل منطقة الدومباس ساعات قليلة فقط مرت منذ أعلنت موسكو السيطرة على لسينتشانسك الاستراتيجية ليطلب بوتين الاجتماع مع وزير دفاعه سيرجي شويغو ويعطي أوامره بأن تنفذ القوات الروسية مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها ويمنح اثنين من جنرالاته وهما أليكساندر لابين وأساد الله أباتشيف لقب بطل روسيا لدورهما في المعارك واقتراحاتهما للمرحلة المقبلة من العمليات الهجومية والتي بدأت بالفعل بقصف صاروخي ومدفعي كثيف على مدن وقرى مناطق خاركيف وإزوم وبدخيف قذائف وصل صداها إلى سويسرا حيث ينعقد مؤتمر دولي في مدينة لوغانو لرسم معالم إعمار أوكرانيا في المستقبل وفيه شدد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي على المهمة الضخمة التي تنتظر أوكرانيا للتعافي من الدمار الذي ألحقه بها الجيش الروسي من الضروري إنشاء أساس جديد لحياتنا لأوكرانيا آمنة وحديثة ومريحة وخالية من العوائق وهذا يتطلب استثمارات ضخمة مليارات وتقنيات جديدة وأفضل الممارسات وبالطبع إصلاحات لكن خطة مارشال التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقها لا تزال غير قابلة للتطبيق مع ارتفاع وطيرة المعارك واتساع رقعة القصف الروسي على المدن الأوكرانية وهو ما يعني أن تكلفة إعادة الإعمار المطروحة قد تتخطى القيمة التي قدرها رئيس الوزراء الأوكراني ب750 مليار يورو بين الواقع الميداني والتقدم الروسي البطيء وبينما تنتظره كييف من حلفائها الغربيين يرى مراقبون أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي في وقت قريب وأن ما خطط له بوتين من حرب طويلة الأمد لن يتغير في المفاوضات التي تعثرت مرة بعد أخرى ترجمة نانسي قنقر